أشهد ممثل منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيساف في مصر جارمي هابكنز بإطلاق مصر استراتيجية جديدة بمشاركة الشباب لمواجهة التغيرات المناخية كما أشهد ممثل اليونيساف في مصر بزيادة الوعي في مصر بأهمية العمل بشأن تغير المناخ على صعيدين المحلي والعالمية وأكد هابكنز أن حلول يونيساف فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتي تم عرضها في مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ قاب 27 تتمثل في مشاركة الشباب والأطفال في المناقشة الفعالة مثمنا تعهد مصر بإدماج تغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية وتحولها للأقدر عبر رؤية وستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأوضح المسؤول الأممي أن مشاركة يونيساف مصر في الدورة 27 لقمة المناخ جاءت لضمني الاعتراف بأزمة المناخ على أنها أزمة للأطفال والنشئ والشباب وحقوقهم ولتعزيز مناهج تقليل مخاطر المناخ لأولئك الأكثر احتياجا